اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبركة على حضراتكم ويا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وزي كده ما كان خطيب بيقول ان شاء الله النهاردة معنا فقرات كتير متنوعة وان شاء الله كده يكون فيها يعني احداث كتيرة وهنتناقش مع حضراتكم في حياة كتير جدا وكيب برضو هنستنى مداخلاتكم معنا في بعض الفقرات علشان نعرف رأيكم في الحاجات اللي هنتكلم فيها من ضمن فقراتنا النهاردة هيكون معنا الدعية يوسف عادل وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا بنكمل معا يعني سلسلة فهم الامور الحياة وازاي ان ا احنا نقدر نكون فاحسن التجارة مع الله تابعونا النهاردة ان شاء الله مع الدعية يوسف عادل بالضبط كده وقبل ما يكون معنا يوسف عادل هيكون معنا فنانة شابة ومثلة يعني جميلة جدا وهي الفنانة مريم الجندي بنت الفنان الراحل العظيم محمود الجندي وبرضو اخت الفنان الكبير والمخرج احمد الجندي هنعرف عنها اخر اعمالها وازاي دخلت مجال الفن حلو اوي يعني يمكن تكون العائلة اللي انت تكلمت عنها دي يعني حاجة في الفن علامة كبيرة جدا ممكن يكون دي من ضمن الفقرات النهاردة اللي معنا اللي اكيد هيكون فيها يعني كلام كتير وحاجات كتير هنقدر ان احنا نعرف عن عائلة الجندي من ضمن النهاردة كده برضو الفقرات اللي معنا بنتكلم كده عن يعني قصة حصلت واحداث حصلت اه تعرض ليها لزلم يعني ممكن يكون في حاجات بتظهر مع مرور الوقت وقدر واحد يعرف هل فعلا انت اتعرضت الموقف في حياتك ظالم وقدرت ان انت تحس ان حقك رجعلك في نفس الوقت او رجعلك بعدها بشوية او رجعلك مثلا بعد سنة ويمكن اقرب يعني مشكلة حصلت ولسه كان فيها قضية في الوقت المتحدة الامريكية طبعا الممثل كبير في هوليوود جوني داب وطبعا امبر وهم كيكون كنا كلنا يعني متابعين الموضوع دي في اخر فترة وكان هو حديث في السوشيال ميديا طبعونا النهاردة من ضمن فقراتنا هنتناقش في الموضوع ده ونعرف كمان ايه الموضوع ده وايه الظلم اللي ممكن تكونه اتعرض طوله في حياتكو يا ترى حسيته ان انت حققكو جيه في امتى وازاي بالزبط كده موضوع الظلم وموضوع ان الواحد يحس بظلم ده موضوع طبعا كمير جدا ويا رب محدد يحس بظلم خالص بس الكويس فيه ان ممكن حقك يرجعلك ولو بعد يعني وقت طويل من احسانك بالظلم ولو بعد حين زي ما بيقولو كده طيب خلينا بقى دلوقتي معانا خبر حلو جدا جدا وهو خبر فني الموسيقار العظيم والكبير راجح داود يعني قرر ان هو في اخر حفلات بيتعمل فيها المؤلفات بتاعته اللي احنا كلنا حبينها ومين فينا ما تفرجش على فيلم الكتكات مين فينا ما تفرجش على رسائل البحر مين فينا ما تفرجش على افلام عظيمة جدا بيكون فيها الموسيقى التصورية للموسيقار راجح داود علامة مميزة جدا وكمان بنحبها بنشغلها طول الوقت بيكون لها طابع كده وروحانيات جميلة جدا والموسيقار راجح داود قرر ان هو يهدي مؤلفاته للمفكر الكبير الدكتور مصطفى الفئي في اخر حفلة عملت فضار الابرة وكانت الحفلة بقيادة الماستور الكبير والعظيم برضو الماستور ناير ناجي ويمكن الماستور ناير ناجي بقاله فترة مركز على الموسيقى التصورية الافلامنا من ايام مثلا الايد النعامة والافلام اللي احنا برضو تعودنا عليها والموسيقات والمؤلفات العظيمة دي كلها اللي بايما موجودة فقدانا يمكن انت زي ما بتقول كده يا خطيب يعني احنا ممكن نكون عارف اللي هو ايه ما نقدرش مهما تكلمنا عنهم وعن قدي ان هما اساطير فعلا لكن برضو مع مرور الوقت الناس ممكن تكون تاخدش بالها من الموسيقى التصورية ممكن تكون الموسيقى التصورية بتشارك في نجاح العمل بالكامل وبتشارك كمان في تحسين اداء الممثل يمكن بقى بعض الممثلين بيحبوا ان هما خلاص ارتبطوا بالفيلم وارتبطوا بالتحضيرات فبيبتدي ان هو يحب يستحضر في كل مشهد الموسيقى فبيكون فيه زي السماعات الكبيرة موجودة ان هو يقدر يستحضر اداء المشهد ويكون مؤثر وده بفعلا بيحسن من اداء الممثل يمكن يكون كمان استاذ راجح داود هو يعني للمعلومات هو طبعا استاذ بالمعهد العالي للموسيقى وحصل على البكالوريوس الكنزرفاتور من التأليف الموسيقى عام 1977 ويمكن يكون دا من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون يعني مش كل الناس تكون عارفاها لكن طبعا الموسيقى كانت من اهم الاعمال اللي ممكن تكون موجودة في السينما المصرية وقد ايه كانت بتفرق وكمان الاعمال كلها كانت نجحة وقصرت الدنيا في الفترة دي فدي حاجة عظيمة جدا ان احنا منقدرش ان احنا ما نقولش عنها دايما ونقرر علشان الكلام دا ما ينفعش ان هو يتعدى كده عادي بالضبط زي ما قال شريف ان الموسيقى التصويرية حاجة مهمة جدا لكن برضو لما بيكون الفنان او الموسيقى او المؤلف اللي بيقلف الموسيقى دي بيخاطب الوجدان هو بس مش بيعمل موسيقى الحالة تمثيلية او لحالة الفيلم او حالة السينما عموما لكن لما يكون بيخاطب الوجدان بتاع المشاهد دا بيقصر جدا كمازيكة وبيقصر كمان على الناس بشكل كبير جدا لدرجة ان انت ممكن تكون فيه افلام لما بتسمع بس المزيقى بتاعتها بتعرف الفيلم دا كان ايه او مش شرط ان انت تشوف الفيلم لكن مزيقته هي اللي لسه موجودة في وجداننا وموجودة في خيالنا طول الوقت كمان الفنان الكبير راجح داود خد جايزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الاعلى للثقافة سنة 96 كمان كان خد الجايزة في المهرجان القومي للسينما الروائية وجايزة الدولة للتفوق والفنون في المجلس الاعلى للثقافة 2003 صح يمكن يا خطيب يعني انت زي ما بتقول قلت حاجات كتيرة جدا بس يمكن يكون دلوقتي احنا معانا التقرير ان احنا نقدر نزي ما نقول احنا الكلام لا احنا معانا كمان بقى فيديو وتقرير كده عن كل اللي احنا احنا نتكلم فيه خلينا نروح نشوفوا مع حضراتكم ويرجع نكمل تاني في حفل كبير اقيم بدار الاوبرا المصرية على المصرح الكبير اهدى الموسيقار راجح داود مؤلفاته التي يقدمها مع اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي الى المفكر المستنير الدكتور مصطفى الفقي وذلك خلال الحفل الذي شارك فيه العديد من العازفين وتضمن العديد من الفقرات الفنية الموسيقى راجح داود بتتميز بانها مش مكتوبة في قلب موسيقي واحد لكن فيه اعمال درامية فيه اعمال سينفونية فيه اعمال غنائية التنوع دا طبعا بيطفي على الحفلة صراء كبير وبيخلي الجمهور مستمتع بكل لحظة حتى لو ما فيش اجزاء من الافلام بتتعرض لكن الجمهور بيفتكر الافلام من خلال الموسيقى الاهداء للدكتور مصطفى الفقي طبعا احنا بنسعد جدا بالمفكر الكبير يعني احنا انا ودكتور راجح بنعمل معاه طبعا في مكتبة اسكندرية احنا سعدة جدا بهذا الاهداء والحقيقة مش انا بس لكن انا وموسيقيين اوركسترا اوبرا القاهرة والسوليستات معانا اسامي كبيرة جدا ومتميزة من سوليستات الموسيقى العربية زي استاذ ماجد سرور على القانون استاذ محمود عفتاح على العود وغيرهم وبنفخر الحقيقة ان احنا نقدم اعمال مؤلف كبير زي راجح داود دكتور راجح داود احنا بنحرز جدا كموسيقيين ان احنا نشترك معاه الاعمال عظيمة يعني بيبقى فخر لي وصيفيه في حياتي ان انا اشترك مع المايستر الكبير راجح داود والمايستر كمان ناير ناجي فانا ليه يعني من خلال الاشتراك في الحفلات اعمال كتير لي بيقى فيها يعني بيستخدم قلة القانون لكن النهاردة احنا عندنا موسيقتين بس او قطعتين اللي هي نصر السماء وعصفير النيل الموسيقى الصوفية عموما انا حاس ان هي يعني من فترة طويلة وانا بحبها يعني وفي فيها اعلام كتير جدا والحمد الله بعد فترة يعني هي بدأت تقرب من الشارع كمان يعني معظم الناس بدأت تهتم بيها ان هي لون مختلف وكمان لما بيتم تطويره واستخدام الات جديدة والات مختلفة بيتعمل ميكس او توزيع بشكل لطيف فبتلقي قبول يعني فانا بحبها جدا يعني بستريع فيها ما حيلتي والعجزها يدقوتي ما حيلتي والعجزها يدقوتي فاذا قضيت فمن يرد قضاك سيف محمود يعني الكلام طبعا غني جدا يعني ما حيلتي والضعف يعني كلها كلها كده هوان وكلها كده رجاء من ربنا كمان عايزين برضو نقول ان الماستر ناير ناجي هو من الناس المهتمة جدا بالموسيقى التصورية زي ما قلنا من الناس المهتمة جدا بحفلات بيعمل فيها موسيقى التصورية اغاني الافلام وكان اخر حفلات لي برضو كان بيقود فيها الاركسترا عمل حفلتين او اكتر من حفلتين التلاتة مع الفنان متحة صالح والفنان الارهام عبدالحكيم وكانوا من ارواح الحفلات اللي عملهم يمكن يعني الاستاذ رجح داود يعني هو حالة استثنائية وكانت لازم تكون برضو كاميرا اين بوكس تكون موجودة ان احنا نغطي الحفلة ده في دار الابرا وان احنا نحاول دايما نقول ان لازم الحالات دي تحصل دايما لازم تكون بصورة مستمرة والموضوع ده ما ينفعش ان احنا يعني نعديه بالسال حتى عشان الاجيال اللي طلع يمكن زي ما انت كنا بنتكلم دلوقتي في الفاصل لا يعني انت قول كل دول اسادزة اصلا في الموسيقى العربية المعد عن الموسيقى العربية فقد ايه الناس ممكن تكون مش عارفة او مهتمين بالفن او دلوقتي ممكن يكونوا مهتمين اكتر زي ما احنا قلنا في المسلسلات وفي التصوير لا هي بتفرق اصلا في تحسين الصورة انت لو اتفرجت على الفيديو الكلام الممثل عادي هتحسوا اه الله ممثل الاداوك ويس بس حطيت مثلا المزيكة زبطت الالوان مش عارفة اتلاقي العملية كلها المشكل انت نفسك اصلا ممكن تتأثر مش من الاداة الممثلة على قد من المزيكة مديا لك الاحساس فده بيكون فارق جدا فده حاجة فعلا يعني كنا لازم نغطيها ولازم نقول ان هو من خلال برنامج اين بوكس ان ياريد ده يكون متكرر دايما فكل تحية طبعا للاستاذ راجح داود بالزبط كده كل تحية الفنان الكبير راجح داود الفنان الكبير ناير ناجي وكل الموسيقونة العظماء اللي هم يعني بيأثروا فينا بشكل جدير جدا بالوقت هنتكلم بقى طبعا عن الفترة اللي الناس كلها الفترة اللي فاتت كانت زي المسلسل كده الناس كلها بتتابعوا وهو قضية الفنان الكبير جوني ديب وكمان طلقته امبر وكان الموضوع زي مثلا حلقات كل يوم بنتابع ايه اللي بيحصل كمان كان فيه ناس بتطلع تحلل يعني فيه ناس كانت دايما بتطلع شريف تقول اللي حصل النهاردة في المحكمة ايه وتحل الموضوع ده كان فيه ردة فعل طبعا كبيرة جدا من حب الناس اللي جوني هو داخل المحكمة هو خارج المحكمة ازاي كانوا بيتفعلوا معايا وازاي كانوا بيدلوا هدايا طول الوقت وهو قد ايه كان بيسلم على كل الناس اللي موجودة في المحكمة والناس كانت مبسوطة جدا انها بتشوف فنان كبير زي ده وبعد فترة كبيرة احنا بنقوب نتكلم في فترة كبيرة طالت من الظلم معايا خلاص المحكمة حكمت له بالقضية او ببرقته من كل التهم المنسوبة ليد يمكن يعني سريعا نوضح لحضراتكم انه من كذا سنة يعني كانت في بينهم برضو قضية يعني متشابهة لحاجة زي دي وفعلا تم الحكمة على جوني داب بالإدانة انه هو يعني اساء لأمبر هيرد وفي الاول او في الاخر طبعا تم الحكم عليه من خلال القضاء الامريكي طيب لكن بعد فترة طبعا هو من خلال الحكم ده اتعرض بقى لكل حاجة انه هو افلامه اتشالت ديزني مناعته وما بقاش فيه اي حاجة بيقدر يعملها وطبعا يعني يكون فيه زي شبه اقاف عن العمل لمدة سنتين الا واذا بقى بعد الفترة دي لأ بدأنا بقى ان احنا نرجع تاني بقضية ان هي قضية تشيير وكانوا في قضيتين في الاول او في الاخر قدام بعد لكن هو كسبها وكسب امبر بعد كل السنين دي بعد ما اتعرض للظلم وطبعا احنا كلمنا ده من خلال حكم القضاء الامريكي مش من خلال يعني يتحللنا الشخصي او اي حاجة ان الحق ده ظهر من عندهم واحنا يعني ليس علينا ان احنا ان احنا نحلل ونقول ايه اللي حصل علشان نكون وصل لحضراتكم بصورة سليمة بالضبط يا شريف كمان الفنان الكبير جوني ديب يعني كان عامل بيان كده بعد البراءة ليه بعد كمان التطورات اللي كل يوم كان بتحصل مكالمات بتبان فجأة وتسجيلات ليهم وكمان حاجات المفروض انها ما تتشافش والتعاملت كلها للعلن فالفنان الكبير جوني ديب عامل بيان وقال فيه انه هو من ست سنين حياته وحياة كل الناس اللي حواليه اتغيرت بشكل كبير جدا والنهاردة المحلفين يعني رجعوا له حياته من جديد وهو في شدة الامتنان والشكر والعرفان لكل الناس اللي وقفوا جنبه والقرار يعني انه هو يخوض المعركة دي ويبين كل حاجة على الرغم انه هو عارف انه هو رجل مظلوم وعارف انه هو يعني تفاصيل حياته كلها تطلع يعني الناس كلها هتشوفها ودي حاجات كانت دقيقة جدا في قضيته وحاجات كانت يعني كده خلاص البيت تفتح مش بس على عائلته احنا لما بيحصل على كل اصحابه والناس اللي حواليه طبعا اه او اصحابه ففيه ناس بتبقى دايما حبا لأي مشاكل حتى ما تبانش للاولاد اللي موجودين في البيت لكن تخيل لما يبقى فيه مشاكلك كلها وفيديوهات بتثبت حاجات كتير ومكالمات تبانل الناس كلها بالظبط يمكن يكون زي ما انت بتقول كده خطيبا انه موضوع ده كله ظهر بعد سنتين بعد سنتين ظلم تام ما قاش فيه بقى ست سنين انا بعتذر ست سنين قعد الدنيا كلها معزولة تماما هو كل اللي حواليه متضررين وعارف انت اللي هو ايه زي ما احنا نقول ايه السيئة دايما بتعم اللي هو ايه ده انت قريبه ايه ده انت مراته او انت مثلا خطيبته ايه ده انت ولاده فكل الناس حواليه زي ما انت قلت فعلا ان كل دول اتعرضوا للمشكلة دي وكان زي ما يكون اللي هو الحكم ده بيصيب الجماعة كلها لكن طبعا بعد سنين يعني بنتكلم معاكم في ست سنين يعني حتى لو بنقول يوم او سنة اتعرض للظلم ان هو يقدر يستحمل ويخسر يعني مهنته ده ممثل عالمي وكل الحياة وكل الناس عارفينه في العالم كله وكل الناس كانت ضده بس مجرد ان الدعاء امر ان هو اتعرض ليها لا يعني للا اعتداء او يعني زي ما بيقولوا كده يعني اللي هو عمف الزايد بين المتزوجون يعني او دي المتزوجين فدي بتبقى حاجة غريبة جدا حاجة غريبة وطبعا تم الحكم عليه لكن مع مرور الوقت زي ما قلنا لحضراتكم ان هيئة المحلفين طبعا في الاولة وفي الاخر اكتشفوا ان كان فيه كتب ورجعوا القضية تاني من الاول وكل ده طبعا بالادلة وبالمستندات يعني تم اللي اعتراف بيه وكلنا سمعنا التسجيلات الصوتية طبعا وكمان عرض الصور وكمان توفق الاحداث في الاوقات كان فيها واضح ان فيه كتب يعني كان يكون عارف انت الكتب مانوش رجلين زي ما احنا تربينا فعلا على الكلام ده ان مع مرور الوقت لا بيبان فعلا مين كان بيجذب وتلاقي بيتلاقي لج والحاجات كلها مش حاضرة لكن لو انت صح تلاقي كلام حاضر عندك وقدر تقوله على طول من غير ما اي حد يعرف يضغط عليك في اي حاجة بس عارف يا شيف برضو الموضوع اكيد هيبقى صعب جدا على المحلفين او على كمان هيئة القضاء هناك لان هما الاثنين ممثلين كبار وهما الاثنين يقدروا ان هما وبالذات ان كمان جون دي بدا ملقب الفنان الحربية اللي هو بيتلون بشكل كبير جدا ويقدر ان هو يتخمص ادوار كبيرة جدا والظلم بس مش ان انا خلاص انا حد بيظلمني لا ده هو كمان اتظلم في شغله زي ما انت بتقول شركات كبيرة جدا ان لغت عقده ناس كتيرة جدا بدأت ان هي تتجنب الشغل معاه عشان بس سمعته ان هو راجل عنيف مع امراته والموضوع ده حاجة كبيرة جدا في مجتمعات برا وكمان مجتمعاتنا هنا بص يمكن يعني جون دي بمحدش يقدر يختلف على موهبته يمكن تكون يعني من الناس القلائل اللي جات اللي هو يعني زي ما انت قلت كده بيقدر يعني يتشكل ويعمل كل الادوار بمنتهى الحرفية وبمنتهى السهولة لكن تخيلوا بقى يعني ممثل بالحجم ده وبالتقل ده وحن نتكلم مثلا في هاليود يعني يمكن يكون دي يعني اكبر صناعة سينما في العالم يقول لا انا خلاص حياتي كده كده اتدمرت حتى لو تم الحكم لي انا اصلا كل انا عايز اعمله ان انا كل الناس اللي حوالي يتضروا مش انا بس فانا عايز بس مجرد ان الحقيقة ترجع تبان تاني علشان الواحد على القل يستريح لكن خلاص اللي اتدمر ده اتدمر احنا لسا بقى هنحاول ان احنا نعدي بقى الفترة دي وانحاول ان هو كل الناس اللي حواليه ترجع تقيش بصورة طبيعية فالغريب في الموضوع ان احنا العالم كله عارف مين هو جوني داب كان ممثل طبعا وطبعا ما فيش اي بني ادم يعني نقول ان هو مقدرش ان هو ما يكونش اخطأ في حياته لا طبيعي احنا بني ادمين يعني وبنتعلم في حياتنا لكن في الاول او في الاخر خسر كتير في الفترة اللي فاتت وخسر كتير جدا من اعماله وخسر ان اعماله اصلا اتشالت وبقاش ليه عارف انت زي تجي تدور له على الافلام مش اتشالت كل حاجة اتشالت الا لو انت بقى محتفظ بالفيلم ده مثلا ان على الكمبيوتر وشايلو لكن تجي تدور عليه على المنصات ما خلاص الكلام ده كان انتهى وكل ده يبطيدي طبعا يرجع بالتدريج في اللي يام اللي جاية لا ان شاء الله هي رسالة بوجهها للفنان والزميل جوني ديب بقول له يعني لا ان شاء الله كل اللي جاية حلو واللي جاية كويس واللي عاصلني في حاجة نوالشيف احنا معاك شوف بس القاستنج انت ربنا يا حد من اللي في الخير يا استاذ جوني ويعني ان شاء الله البيوت يا ما فيها يعني البيوت يا ما فيها استاذ جوني معلش وطبعا مبروك طبعا ظهور برقته وانا فعلا من الناس اللي بحبه جدا 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 وبحب فنه وكتير طبعا بيينه ده وهو في القضية وهو زي ما احنا بقلبنا كان موضوع كده يفرح وانت شايف خب الناس ديك ودعمهم في فرق كبير لما الناس تلاقيها تدعمك ومصدقك وفي ناس تانية ممكن على الجانب التاني فهمين انه طبعا فيه ظلم صح صح يمكن انزل بذلك انت بتقول فعلا يا خطيب كلامك واحنا طبعا لسه مكملين يعني كلامنا معاكم في الفقرة دي وكمان هنتكلم معاكم شوية عن موضوع اصلا الظلم يعني فكرة احنا مش بنتكلم عن جوني دب بس لا احنا بنتكلم كمان عن فكرة الظلمة هنرجع من الفاصل ونكمل محضراتكم على طول تابعونا نتنا مكملين مع حضراتكم موضوع قضية الفنان الكبير جوني دب وامبر وطبعا يعني حصل كده يعني جلبة جلبة في العالم بسبب الموضوع ده شفت الجلبة دي يا شريف اه انا شفتها وسمعتها ويعني ويعني وسبحان الله يعني والله العظيم سبحان الله يلا الحمد لله الحمد لله بدت لح حاجات كده عفوية يعني الحمد لله يا رب دايما تبدل عفوية وربنا عديها لخير لكن والله خطيب يعني زي ما احنا بتتكلم يعني يمكن يكون الموضوع ده عارف انت دايما تقعد تفكر يمكن احنا كمان كان عندنا رجال اعمال هنا فيه ناس كتير اتعرضوا للظلم وكلنا بلا استثناء لا حكمنا عليهم انهم ايوا ده انت وكذا كذا بعدين مع مروب الوقت بيبتدي يظهر فيديوهات ويظهر حاجات كتير جدا ممكن يكونوا كانتش ظهرت الاول يعني زي ما حنا بنسمحها دايما لو عدم كفاية الاتلة فممكن يكون ده يعني الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه شوية عن حتة الظلم انت ازاي ممكن تتعرض للظلم وهلا حد من حضراتكم تعرض للظلم حس بحق وهو ممكن يرجع له في نفس الوقت ايه وبعديها بشوية او ممكن فيه ناس كتير وممكن يكون يعني انا من ضمنهم انها ممكن Sesتعرض للظلم وممكن مع مرور الوقت تلاقي ربنا عوضني بحاجة تانية بس انا بقيتش فاكر انا بظلمت في ايه عارف انت اللي هو ايه الواحد بيبقى ماشي كده خلاص بيصابها على الله وهي زي ما تيجي تيجي فاهم وخلص تقول انت عند ربنا انت هتعمل ايه تاني وفي ايه تاني احسن من كده ان انت تقدر تقوله او تستشهد به طبعا عارف انت فيه كلمة كده عند امهاتنا يا بخت من بيت مظلوم ومن بيتش ظالم اه طبعا يعني حتى في تراثنا كده تتحس ان يعني اه انا ما عنديش مشكلة ان انا احس بالظلم بس مظلمش حد يعني ماكنش ظالم لحد الظلم ده تأثيره صعب جدا وبرضه يقولك دعوة المظلوم يعني ربنا بيستجيب على طول لأي حد مظلوم ربنا بيستجيب له وطبعا احساس الظلم ده احساس صعب جدا ربنا يا رب ما يكتبه على اي حد خلص لكن عايزين نستنى مكالماتكم مثلا هل انتو لما حصل موقف قبل كده اتظلمتوا فيه ربنا اجاب لك حقك على طول ولا اجابه بعد شوية كده زي الزميل جوني ديب بس خلاني ناخد بقى رأي مارو زي كمارو الحمد لله كفاية صعلي عملة ايه الحمد لله كفاية انت كنت متابعة طبعا للقضية بتاعت الفنان الكبير جوني ديب وامبرو وكان في الاول مثلا حسن مين قبل ما اي حاجة تحصل يعني كان في الاول كنت شايفة مين ظلم ومين مظلوم في القضية قبل اي قضى ما يتكلم في الموضوع او محلفين يقولوا ان في الاخر جوني هو المظلوم اه وفي البداية بصراحة كنت حسن انها كل الادعاءات اللي بتقولها مكاتش صح يعني ما كنتش مقتنع قوين انها الملات بصراحة في القضية دي اه اه لكن بعد كده في الاخر تلع ان فعلا هو لك المظلوم يعني يعني انا ممكن اقولك حاجة هو دايما يعني احنا طبعا يعني تحياتنا للمرأة بصفة عامة ويمكن يكون دايما في اي حتة في العالم او اي حاجة بتمث المرأة بيكون الموضوع حساس شوي وممكن يعني مش دفاعا عن الراجل بس ممكن الراجل يروح في الرجلين وبيبقى يعني عارفة اللي هو لازم يبقى معاه اه يمكن ساعات يعني كلمة المرأة في موقف لاي اتعرضت له او حتى لو بتتداع على حد بتتاخد كده عارفة خلاص ان ده يعني دليل قطعي ان هي مثلا او مخبوطة او اي حاجة لكن الراجل لازم يجيب بقى عارفة كل يعني اي دليل ممكن يلاقيه في سكته يحس ان هو يعني دليل ضعيف او دليل قوي بس ممكن بعد كده ربط الادلة ببعد ده طبعا بيظهر حقائق كتير ويمكن يكون العالم كله عنده حتة في المشكلة دي ان طبعا المرأة طبعا على الراس في اي حتة لكن في الاول او في الاخر عارفة يعني موضوع من ست سنين حتى لو كان حد حاسس ان هي بتقدر مكانش فيه ادلة فكان مجرد كلامها وان هي مخبوطة فشها او متعورة ده كان يعني عارفة لو ايه يعني خلاص الموضوع بقى سيد الموقف خلاص مفيش حاجة ممكن تتعمل انت رأيك ايه حاجة زي دي خلينا اقول لك انه لا مش دايما بصراحة وبس احنا عندنا نوعا ما حتة ظلم شوية بان القانون دايما مع المرأة فأماكن كتير قوي سواء هي صحة او غلط لكن هم دايما بيدلها الاحق الاكبر من الراجل وده نوعا ما بيعمل ظلم شوية للرجال يعني احنا برضو نتكلم بحيادية جدا لان في فتات كتيرة جدا بتطلع الدعاءات كتير جدا على الرجالة انا مبسوط مبسوط مني كاميرا والله مبسوط ان انت فجأة لقيتك انا قلت انت بس عشان بتقولي كده عشان بتحبي فنان زي الفنان جوني دي بس لقيتك في الاخر واخده برضو موقف حيادي مش اقول واخده صف الراجل لكن الحمدلله برضو نوراني النهاردة مش معنا عشان هو كانت معنا عشان تسكت لا بس خب بالك برضو يعني خليك معاها يا مروه انا برد على الخطيب عارف احنا مش بنتكلم على حتة ان احنا بقينا مظلومين بصفة عامة لا بس بقينا ان احنا علشان تثبت موقف يعني انت ممكن حد ماشي في الشارع عارف انت بسهولة يديه عليك بسهولة يديه عليك وهتخش في مشكلة وهتتحجز لغاية ما نشوف لك بقى عارف انت هي لغاية ما يبنك صاحب زي ما احنا بنقولها يعني الحمدلله مروه فهو ده الموضوع لكن بالعكس لو انت مثلا تتقدم شكوى مثلا في سيدة او في سيدة محدش يسمعلك اصلا عايز اقولك على حاجة احنا كنا فعلم كله على فكرة مش بتكلم هنا انا هقولك على موقف بسيط جدا كان عندنا واحدة جارتنا زمان يعني فاكنا معنا اه ضربت نفسها وعوارت نفسها وراحت الاسم عملت لنا محضر واحنا مفيش حد جي جنبها اصلا مجرد ان هي كانت مدائقة مننا بس وراحت عملت محضر ومحضر عدم تعرض وشورثة كانت اون مرة تدخل بيت عمر ما فيه حد يعني قال على صمعته كلمة بالعكس اذا الناس كلها بتحكى وتتحكى بيه او في الاخر تثبت بعد كده بقى عيش بعد سنين ان هي اساسا بتاعت مشاكل من قطر ما بقى كلها ما حد يروح يعمل لو حد قال على صباح الخير تروح تعمل فيه محضر ودي ما اكتشفوهاش بقى في الاسم وكانت معلين عامل كان بيحضر لكن في الاخر هم اكتشفوا بعد كده ان هي واحدة بتاعت مشاكل وها في الاخر وهذا كانت السيت والوشة يعني والله يا مروة يعني يا ربنا يعفزنا يعني بصي يعني نقدر نقول ان احنا في الاول او في الاخر بني قدمين وزي ما هتلاقي في الرجالة الحلو والوحش هتلاقي في السيدات هتلاقي ان احنا في الاول او في الاخر من قدمين ومش يعني مش معفين من الخطأ شكرا لك يا مروة شرفتينك بالاتصال شكرا لك يا مروة ونطلع فاصل عشان نرجع بقى نستقبل الفنانة الجميلة ماريم الجندي طيب يا جماعة انا بالنسبالي الفقرة دي ممكن تكون من ضمن الفقرات الاستثنائية اللي ممكن تكون عدت على اينبوكس يمكن ده فتنة يعني النهاردة يعني ممكن نقول ان الموضوع عندها بقى وراسة تربت فست يعني بيت يعني مفيش فن بعد كده يعني نقول يعني الفن بقى الاصيل ومدرسة الفن طبعا الاستاذ الكبير طبعا يعني يا رحمه الله طبعا الفنان محمود الجندي يعني احنا لو اتكلمنا كتير وكتير وكتير عن الفنان محمود الجندي مش هنقدر ان هو فيله حقه وقد ايه كان يعني شخص عظيم وكمان على مستوى الشخصي كان عطاء وقدرنا ان احنا نشوفه بيساعد طلبة كتير جدا في مشاريع تخرجهم بدون اي مقابل وانه هو كمان يعني نجم كبير جدا ان هو قدر ان هو يروح ويساعد الناس بس مجرد ان هما طلبوا منه لكن مريم اتربت بقى في وسط الفن ده وطبعا يعني اقوها طبعا يعني الاستاذ الكبير المخرج احمد الجندي نقدر نقول ان البيت ده يعني بيت فني اصيل والموضوع طبعا مورس وطبعا قدر تاخد يعني ان هي تاخد خطوات سبتة وكبيرة وقدر كمان تطلع السلم بصورة منتظمة وجميلة جدا مش هطول على حضراتكم وخلينا نرحب كده مع الفنانة الجميلة جدا مريم الجندي زيك يا مريم عاملة ايه ايه الاخبار من ورانا ده نورك والله كله تمام كله تمام يعني مش منهورانا بس والاخضر كمان اللي حسسنا بالاريحية كده عارفة اللون اللياخضر كده تحس انك شكله حلو كده تحس فجأة كده ان في راحة في الموضوع يلا احنا ما شاء الله طبعا ما شاء الله عشان اه عشان اه يا اخي لا اعنى عصدي انا عشان احنا برضو كلام انا وانت عشان كبه هي ماشي يا فهم ايه ايه احصل ايه حاجة انا قولنا ما شاء الله مريم في البداية كده عايزيني اعرف يعني طبعا زي ما شايف كان بيقول ايلة فنية وحاجة كده كلها ابهار طول الوقت انت اه والدك الله يرحمه فنان عظيمه كبير اخوتي برضو فنان ومخرج كبير جدا ابتدى الموضوع باحساسك الفني ده يجي امتى وابتديتي ان انت عايزت قراري تخش المجال امتى اه هو انا بحب الفن من وانا من قبل ما فهم اصلا اي حاجة يعني انا كنت اي حاجة شغل مزيكا بس واسبني انا هنطلق لوحدي في اي حتة بقى مش فرقة بقى كنت فضيحة شوية الصراحة اه اه ده اه اه مش دايما الحمد لله الحمد لله اه 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 انا طول عمري بحب بقوي بيشدني عميني اقعد اتفرج واسمع مزيكا وبتاع من قبل ما اتكلم حتى فانا طول عمري بحب الفن اه امتى بقى قررت ان انا اخش في الموضوع هو الموضوع كان تدريجي شوية يعني الاول قلت طب ما انا بحب طب ما اخد ورشة طب ما انا مش عارف ايه طب ما ادرس شوية كده فاخدت الموضوع واحدة واحدة لحد ما قلت ما فيش بقى ما بحبش حاجة يعني مش عايز اعمل حاجة تانية خلاص هو ده اللي انا عايز اشتغل فيه هو ده اللي انا عايز ازبط فيه نفسي حس ان هي برضو غصبر عنها يعني برضو الواحد لما بيتكبر يعني بيتكبر في اجواء معانا جوة بيته اكيد طبعا بتحسي لو انا مش قادر اعمل حاجة غير ده انا حبة ده من انتي صغيرة ده كنت دايما حساه اه اه ده اكيد بيفرق جدا انه انت اصل انت طول الوقت حواليك حاجات اه فن في كل حتة فعلا اه وبابايا برضو الله يرحمه يعني كان على طول بياخدني معايا في كل حتة وانا كنت بحب قوي 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 طول الوقت انا لازقاله بقى هو رايح فين انا انا معايا فكان بياخدني مصرح كنت بانباهر بقى انبهار مش طبيعي وراح بقى طبعا وقعد اقلد الرقصات اللي بيعملوها والاغاني وبتاع وياخدني لوكيشنز واسرح بقى انا قعد اتفرج كده وعندي صور انا اه بصور في الكاميرا وقعدة على المونيتور بتفرج وحاجات فانا طول عمري اه اتساب دي خبرة بقى من انتي خلاص كده يعني على ازم مؤذرك طبعا طيب ده حلو طيب خلينا نتكلم كده عن اخر عمل لكي طبعا مسلسل كبير قوي الترشيح الجيه لي ازاي ويعني الموضوع كان بالنسبالك عبارة عن ايه حسيت بايه انك هتشاركي مع الفنان الكبير طبعا احمد نكي وطريته معك كانت عاملة ازاي اه الترشيح جيه انه زي كل حاجة انا بعمل كاستنج لأي حاجة عادي بس هو انا اشتغلت مع نفس الفريق ده اشتغلت معهم كذا عمل تاني فخلاص هما بقوا عارفيني فلما بيجي دور مناسب بيبعتوا لي الورق او بعمل كاستنج عليه ممكن يكون الكاستنج عشان نوضح مرضو السيدة مشاهدين هو بيكون حسب عايزين يشوفوا الشكل وهي يعني مناسب للورق او الشخصية المرسومة على الورق بزبط ممكن حد يكونش فاهم حتة الكاستنج اللي هو يقبل او يرفض فده بيكون عاقد على ايه اه لا بزبط بس واستاذ احمد ميكي بجد طبعا انا اساسا كنت مرعوبة في الاول اللي هو انت هتقف يقديم استاذ احمد ميكي دي كانت حاجة بالنسبالي مرعبة بس بجد كانت مفيدة قوي وهو شخصية جميلة مش ممكن يعني اولا مساعد جدا يعني انا توقعت بقى ان هو خلاص هو نجم كبيرة وملوش دعوة بيا يعني انت قولي اللي تقولي انا مانيش دعوة لا لا بالعكس بيدي مساحة كمان جدا لو معامو مسل صغير بيدي له مساحة وبيبقى عايزو يطلع بشكل كويس عشان العمل كله يطلع بشكل كويس فدي حاجة بصراحة انا اتبسطت بيها قوي مصدقتش ان في ناس لسه بتعمل كده دمو خفيف جدا جدا في الحقيقة كمان اكتر من التلفزيون فلأ كان شرف كبير طبعا لي ان انا اقف قدامه يعني طبعا يعني تحية لي كبيرة طبعا مستزحة مكة طبعا غني عن التعريف طيب كمان برضو مريم يعني صعب جدا ان انتي ممكن يحصل عندك فصل اني برضو مخرج العمل هو اخوك يعني ده واحد بشوفيه في البيت وفجأة بقى المخرج اللي هو هيديني الوردرات وهيقول لي عمل ايه وهيبقى عايز يوجهني والكلام ده كله الاحساس ده يعني جي عندك ازاي وحاولت تفصلي ولا عرفتي ولا كان وجهتي ازاي بص هو صراحة هو احساس صعب انا لحد دلوقتي بتوتر جدا يعني اي عمل اخراج الاستاذ احمد الجندي انا بكون متوترة فيه اكتر من اي حاجة تاني لانه زي ما انت قلت ان انا افصل بين الاثنين دول ده حاجة صعبة جدا بس مهمة جدا لانه يعني مستحيل اتعامل معايا في اللوكيشن له احمد اخويا يعني هو مخرج كبير جدا كمان فاصلا ان انا امثل مع مخرج بحجم احمد الجندي دي حاجة لوحدها يعني مرعبة مسئولية كبيرة عليك اصلا بس الموضوع مسئولية كمان جدا بالزبط فبكون متوترة زيادة بس برضو بصراحة انا بحب جدا الشغل معي الشغل معي مريح الكرو كمان كله بتاعه انا بحبهم جدا لانه كل حد فيهم بجد شاطر جدا في شغله ومركز جدا في ادق التفاصيل فيبقى اللوكيشن سالس كده ولزيز والناس بتبقى مبسوطة والموضوع كله يعني الحالة كلها بتبقى حلو قوي فانا بحب جدا اشتغل معي بس بخيب جدا اشتغل معي هو كي طبعا احساس المسئولية يعني برضو لو هو يعني انت عايزة مثلا مش كويسة بس لا انا بقى كويسة قوي 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 نتكلم عن الكبير قوي نتكلم بقى عن موضوع عائلي شوية ياريت يلا طبعا جيه ازاي ومشاركتك في الموضوع كانت بالنسبالك بما ثابت ايه بالظبط؟ موضوع عائلي قريب جدا لقلب من اكتر الحاجات اللي انا طبعا شفت ايو طبعا من اكتر الحاجات اللي انا عملتها اللي بجد بجد بحبها جدا من اول ثانية وانا وبسوطة جدا بالموضوع كله من اول ما اتبعت لي نفس الطريقة يعني اتبعت لي وارا عملت عليه كاستنج وكلموني بعدها ورحت تمام برضو استاذ ماجد الكدواني يعني بطولة استاذ ماجد الكدواني ذي كانت حاجة مرعبة مع اني السهل الممتنع يعني اه مع اني ما عنديش مشاهد معاه بس فكرة انها برضو العمل حاجة تقيلة يعني اه اه ام فراحت اتعرفت على يعني تقريبا الز ناس في الدنيا اشتغلت مع الجميل ابن يوسف الكدواني اه طبعا انا بحبه جدا بتصحب الجامعة والله اه وهو ممثل بجد شاطر اوي 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 فكنت مبسوطة جدا ان احنا كمان بنبتزي مع بعض يعني حسيت هي حاجة لزيزة اوي ان احنا نطلع مع بعض رانا رئيس امر فضيعة رميلة رانا سوديسين طبعا اه جدا وطهة وكل الناس كل الناس يعني كنت مبسوطة اوي 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 بالعمل ده وزي ما قلتلك الكواليس بتاعته كامان كانت لازيزة جدا وبالذات المشاهد بتاعتنا اللي هو الشباب مع بعض دي فالكواليس كانت تحفة فانا بصراحة كتبسوطة اوي الحمد لله يا رب طيب مريم عايزين برضو نرجع بقى يعني مش هينفعت بانتي قاعدة معانا ومش هنتكلم عن الراحل والعظيم محمود الجندي كراجل احنا احنا شايفين محمود الجندي الفنان الكبير اللي بيقف على خشبة المسرح بيهلك الناس من الديح وكمان في التراجدي هتلاقيه تراجدي وكمان يعني يعني دوره طبعا مع الفنان الكبير عادل امام في اللابة مع الكبار ازاي كده يعني ازاي ازاي كاب الشخصية دي وهو هو نفس الوقت الراجل اللي على المسرح في بلو بلو والراجل اللي على المسرح مع الفنان الكبير فوقات المهندس وبيغني غنى حلوة ايه اه شعورك بقى معاه في البيت كان عامل ازاي هو كان عامل معاك ازاي كبنته الكلام ده كله هل بيبقى هو محمود الجندي الفنان والراجل الناس كلها عارفة كفنان ولا بيبقى مختلف اه حاجات وحاجات عارف زي ما انت بتقول كده المسرحيات اللي كان دايما دور الولد الشقي كده هو ده انا طول عمري بالنسبيلي هو ده بابا الحد اخر ثاني هو ده هو الشخصية دي فرفوش جدا بيحبش انها كانت خالص مع انه في الادوار دي كان عظيم انا بحبها قوي بس مش عارف بيجابه منين بصراحة كان لزيز جدا وهادي جدا جدا ميحبش وجن دماغ ميحبش الصوت العالي ميحبش حاجات دي اه كاب بقى كان حنين جدا جدا ومتفهم يعني لابعد الحدود وعلاقتنا كانت اكتر اصحاب يعني انا كنت بحب جدا احكيله الحاجات واخد رأيه وكده لان زي ما قلتلك هو دايما حتى ردود فعله هادية قوي ومش بيجبر حد على حاجة ومش بيعمل اي حاجة لوه بالعافية بتاعك كان هادي كده وطيب وجميع زي ما زي ما كان بيطلق فيما اقول لك كده مشور وقولك اني طيب زي محمود الجندي وكمان ايوة اهquent كده يعني عالا يعني بحاجة زي انا عايز اقولك حاجة ما عارفش انتي تعرفيها ولا لا استاذ المشاهدين برضو يعرفوه لا يعني انا في مواقف حضرني انا استاذ محمود الجندي وده لازم يتقال فحق يعني كان احدى الجماعات طبعا كان فيه مشروع لكلية اعلام بيعملهم مشروع تخرج فيلم وكان بيتصور زي في المقابر وحاجات زي كده هم بعتوله أنا كنت من دمنا الناس اللي بتساعد في الإخراج بعتوله علشان يعني يطلب معهم ضيف شرف وطلبة يعني مفيش ميزانيات مفيش أي حاجة يعني الطلبة برضه بتاعت المشاريع دي بتطلب ده متخوفة طب هو هيوافق ولا محدش بيرد عليهم أصلا محدش بيرد عليهم فعلا لا إحنا كنا نتفاجئة أنه هو رد عليهم وقلنا له يعني قالوا له الموضوع أنا نفسي اتخضيت يعني أول ما جاء اللوكيشن أنا متسمرت مش عارف حتى بقى سلم أتكلم احنا ميش مستوعبين الموقف كله وجيه ولموضوع ده كان يعني مدينة ناصر وكان تقريبا كانت مسافة عليه وكان الوقت متأخر وجيه فعلا ساعدهم عمل مشهدين كضيف شرف من ربنا يكرمكوا فالموضوع ده يعني إنه هو ده عمل خير كبير جدا وعظيم إنه هو قد إيه وبص جابر الخاطر طبعا جابر الخاطر اللي طلبة لسه بتخرج وكمان هو يعني وقته أكيد مش مش هاسمح وسنه كبير في الأول أو في الآخر فلا نزل وكان وقت متأخر فأنا معرفش تتعرف في الموضوع ده ولا لأ بس بالأمرة كانت يعني يعني فاما عربيته كان لونها جري كبير عشان بس أثبتلك إن أنا أنا فاكر الموضوع ودي حاجة أنا لازم فعلا أقولها على الهوى في حقه طبعا يعني وألف رحمة ونور عليه طيب أخش بقى معاكي في السؤال هبيرلك الموت بسرعة على طول الموضوع كان ردي فعله إيه لما عارف إنك عايزة تخش بقى التمثلي وتخش بقى الفن بقى هو الأول حاجة هو الأول أصلا من وأنه صغيرة هو مقتنع مليون في المئة النوة ده اللي أنا هعمله مش عامل أي حاجة تاني مهما بقى حاولت يعني زي مولترك وكان متفاهم جدا وبيدعمني في أي حاجة أنا بعملها بصراحة بس لما روحت روحت برضو بعد المدرسة سلتونة عايزة أخش تب بطريقة ماشي خش تب بطريقة يعني براحة أنا لفيت لأ أنا بحب لا 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 حيوانات دي حاجة مهمة بس بس هتسيب الموضوع هتسيب الموضوع هتسيب الموضوع تتكلم حاجة داني أنا ممكن أبتمثيل لحد هنا ونتكلم حاجة لا هو أنا لفيت لفة يعني محترمة وبعدين هو كل شيء يقول لي طيب مش بتفكرت رجعي مش بتفكرت ركزي أكتر في الحتة دي طيب يا بنت انت شاطرة في الحتة دي ركزي ففضلت ألف 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 لحد دما رحت وقلت له طيب أمنا الواضح أن انت كان عندك حق فأنا بقى هروح أخد ورش بقى وجي شافتني في الجامعة كنت عاملة عرض في الجامعة جي تفرج عليه وتبسط قوي وساعتها بقعد بقعد يقول لي يعني بالذات الوقت ده قعد يقول لي انت في الحتة دي ما تضيعيش وقت وما تضيعيش مجهود على الفاضي أن انت تلفتي في حاجات تانية وهترجع أنا بقول لك أنت ترجعي هنا تاني وكان عنده حق جدا من صراحة يعني لما قلته خلاص أن أنا عايز أعمل كده ده يقول لي طيب خلاص هتاخذي ورشة واحد اثنين ثلاثة هنشتغل على واحد اثنين يعني خلاص موضوع هيتاخد بجد يبقى لازم يتاخد بجد مفيش أنه آآ بابا أنا عايز أمثل طبي حياتي أكلم لك لا مفيش الكلام ده 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 في مصلحتك طبعا ده اللي اتعمل ده ده في مصلحة أي حد طيب مريم عايز أعرف منك أنت دلوقتي كفنانة شفتي أهم أدوار الفنانة الراحل محمود الجندي كانت إيه بالنسبة لك سواء كوميدي أو ترجدي يعني كان أكيد كلنا بنحب مثلا الفنانة الكبير محمود الجندي بس أنت النهاردة بقتي فنانة عارفة ممكن أن أنت تنقضي أو أنت تقولي رأيك في الفن عموما شايفة أن أهم دور عمله أو أهم الأدوار اللي عملها كانت إيه أبواند دلوقتي لما أقول لك أنه هو ما عملش دور وحش تقريبا بالنسبة لي حيبقى شخصي حيبقى شخصي يعني لو سألت أي حد في الشرع المصري أو أي حد من القائمين على الفن يعني أحنا ممكن نقول مدرسة محمود الجندي دي مدرسة موجودة دي مدرسة موجودة يعني يعني السهل الممتنع وقديه أنه هو كوميديان كبير جدا وقديه ممكن فيكون في دورة رجدي مرعب جدا بذلك صح جدا بس أنا بالذات كنت بحبه قوي على المصرح كان مبهر على المصرح بالنسبة لي علشان خاطر عيونك من أحلى المصرح طبعا 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 زي ما قلت اللعب مع الكبار شمس الزناتي كل الحاجات اللي عمق ابن حلال مثلا الدور ده أنا فاكرا الناس كان بتتكلمني يا بنت انتوا كويسين فيه هو كده ولا مش ما حدش بقى فاهم له هو إيه ده ازي كان بيتحك علينا كل الوقت ده فهو كان في أي دور بصراحة بيعمله عشان بيعمله بحب قوي وبيصدقوا قوي فكانت الناس برضو بتحبوا وبتصدقوا جدا حلو جدا طيب نفسك توصلي لإيه إيه أكتر حاجة نفسك تحققية هو في حاجة أنا مركزة فيها جدا وإن شاء الله يا رب نفسي 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 يعملها كان فيه مشروع بابايا كان ابتدا في البلد بتاعته أبو المطمير كان مهتم بيها قوي وكان بيحبها قوي فهو كان عامل فرقة مصرح هناك وبيحاول يعمل قصر ثقافة يعني بيحاول إن شاء الله آه بيحاول يرد الجميل للبلد بتاعته فللأسف يعني هو عمل كم حاجة بس للأسف يعني ما أكملش فأنا تقريبا ده حلم حياتي دلوقتي إن أنا إن شاء الله أكمل الموضوع ده عشان هو يعني مشيت فيه خطوات؟ بحاول يعني لسه بس أنا طبعا لسه يعني لسه يعني ما أقدرش عمل لهم حاجة قوي بس يعني على قد ما أقدر يعني إن أنت تكوني فرقة من ابو المطمير هو عامل الفرقة وكان بيدربهم وكان بيروح كثير جدا يعني زي اللي أنت قلته أنا ما عرفش المواقف ده بالذات بس عارف أنه كان طول عمره بيعمل كده طول عمره بيسبويت أي ممثل صغير كبير بكل حاجة يقدر عليها ما بيبخلش عليهم بمعلومة ولا بوقت ولا بأي حاجة في الدنيا فبالذات الناس بتاعت في البلد بتاعته كان مهتم بيهم اهتمام رهيب فهو عمل أرادي الموضوع ده أنا بس عايزة إن شاء الله أكمله وأكبره وأخليه له يعني كان نفسه إن شاء الله طيب عايزة أسألك بقى سؤال أخير كده لو رجع بينا الزمن وهتمثلي قدام با باقي تحبي تطلعي في أنهي دور في أنهي عمل آه تسأل صحبة قوي آه كل الأضواء يساهم مع كل حاجة آه أنا مثلت معي عقشي وانا صغيرة بس صغيرة أكبر لو حاجات من الأيكونات اللي إحنا عارفينها يعني تحب تعملي قدامي جالك النهاردة مكالمة في ماريوم كاستنج مع الفنان محمود الجندي في فيلم ممكن كوكي كاكو والله كنت محباها قوي بجد كنت ممباهرة بيها هنا طفلة فكنت بعد خليه مسل معي منها حاجات كده أنا صغيرة فهي ممكن والله ممكن ليه نام كوكي كاكو يعني يا ماريا من الأسف في الوقت يا جري معاكي بسرعة والحياناش نشبع منك كتير وقالها تكلمنا عن حاجات كتير بس أكيد طبعا فيه يعني فقرات كتير هتكوني معانا فيها وإن شاء الله نتمنى لك يعني أحسن مستقبل وإن شاء الله تقدر يتحقق يعني كل اللي نفسك فيه وتقدر كمان تكملي موضوع يعني المشروع والمسرح طبعا اللي كان أستاذ محمود الجندي يعني إن شاء الله نتمنى لك كل توفيق إن شاء الله ونورتنا ونشرفتنا نورتنا يا مريم والأخضر يعليك بكي ودمك زي العسل وفنانة جميلة ونشوفك تاني على خير يا رب إن شاء الله أنا بساط معك وقوي مرسي قوي 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 مرسي ليك خلينا بقى نطلع لفاصل ونرجع مع الدعية يوسف عادل يمكن المراضي مع الدعية يوسف عادل طبعا اللي مشاركنا ومهارنا في الستوديو هنتكلم معاه عن كشف الحساب ممكن أي حد بيتفرج علينا يقولك يا شريف كشف حساب إيه بس واحدة واحدة علينا كده يعني كلمة كبيرة بس إحنا يعني المعصود بيها إن هي كشف حساب عن رمضان وإزاي قدرنا إن إحنا نستغل رمضان يعني بأحسن طريقة وإزاي لو ما قدرناش نستغل وإزاي نقدر إن إحنا نعوض في الإيام اللي إحنا عايشين فيها هنعرف كل حاجة بالتفاصيل طبعا مع الدعية يوسف عادل راحب بيما حضرتكم زيك يا يوسف زيك شيف عملي إيه أخبار كله زي الفل كله تمام الحمد لله كله حلو جميل وحشتوني وإنت جدا والله العظيم غيبة طويلة شوية الحمد لله بس ربنا إن شاء الله ما دايما كده مستمرين إن شاء الله يا رب بإذن الله إن شاء الله وهو كشف الحساب ما يخدش الناس إحنا لازم كل واحد يقعد مع نفسه ويعمل كشف حساب إحنا مش بندخل مشاريع في حياتنا أو بندخل في حاجة كبيرة في حياتنا أكيد بنيجي في آخر السنة بيعملوا عملية الجردة أو بيعملوا عملية إنه ما يبدأوا يراجعوا حساباتهم طبيعي في كل مكان في كل شركة في كل حاجة صغيرة بنعمل كشف حساب لحياتنا هل إحنا بقى علاقتنا بربنا لا تستحق إن إحنا نقعد نعمل لنفسنا كشف حساب كشف حساب بس نراجع مش رمضان بس إحنا رمضان وشوال وست أيام اللي نصومهم ربنا يكتب لنا السنة كلها هل الأيام دي كلها ما ينفعش إن إحنا نقعد مع نفسنا نقعد مع نفسنا مش بحد نعمل كشف حساب بسيط قوي كشف حساب بكل هدوء يعني مش كشف حساب إن إحنا بنعزب نفسنا علشان كده أنا محتاج أبدأ كده في كشف الحساب إنك ما تظلمش نفسك أو تجلد ذاتك يعني إيه يعني النهاردة لما نيجي نعمل كشف الحساب في أول خطوة هنعملها إن كل إنسان هيقعد مع نفسه شوية يععد مع نفسه زي ما يحب في ناس ممكن توعد في وسط ناس كتير وتبقى في خلوة بينها وبين نفسها وفي شخص تاني ممكن يحب العزلة يقفل موبايلاته ويروح في أي مكان ويبعد عن الناس كلها في حد تاني لأ من غير الناس مش قادر كل إنسان يبدأ يقيس هو الخلوة بتاعته بيعملها إزاي لكن في النهاية كلنا مشتركين على إن إحنا نقعد كشف الحساب نراجح حياتنا أخبارها إيه مزموط فالنقطة الأولى ما تجلدش ذاتك النقطة الأولى وإنت بتعمل كشف الحساب بحب نفسك عارف مشكلتنا يا شيف اللي بيوقعنا في أخطاء كتير وأنا من الناس دي إن إحنا شوية مش بنحب نفسنا إحنا شوية مش بنحب نفسنا وبس وبنجلدها ودايما بنتهم نفسنا بحاجات ممكن ما تكونش موجودة فينا أو ممكن تبقى موجودة فينا إن إحنا نبقى مقصرين ويبقى عندنا شوية مشاكل طيب ما تيجي نوضح دي يا يوسف حلو اللي هي الحتة اللي إحنا نقول يعني مش حبين نفسنا أو بنجلد نفسنا يعني نوضحها أكتر للسادة مش هنين بمعناها ممكن حد يكون عنده إحساس معين مش عارف إن ده تقنيب ضمير الزيال عن نزوم أو بيجلد نفسه أو أي حاجة هو أحيانا كمان ممكن يبقى ما يدخل الشيطات مزبوط يعني في النهاية إن الإنسان أكتر حاجة المفروض إن هو يحبها نفسه عشان يقدر يعيش صح كده فهو من كتر نفسه اللوامة اللي إحنا تكلمنا عنها من فترة إن يبدأ دايما إن هو عايز نفسه يبقى ملائكي مش عايز نفسه يبقى غلطان دايما بعلم الأولاد الصغيرين بقول له أوعت تتخيل إنك ملائك أوعته عايز تعيش في دور المثالي دايما إنك أنت الشخص ده حد صغير إنك أنت دايما عايز تظهر إنك أنت المثالي قدام باباك وممتك قدام أصحابك دي مشكلة فالشخص اللي لبن يحبش نفسه يبدأ يبقى عايز يعيش إن هو دايما الشخصية المثالية فلما يبدأ يغلط غلطة صغيرة قوي يبدأ يلوم نفسه يبدأ يحس إن هو غلط في حق الناس كلها مع إنه حياته كلها حلوة مع إنه دايما حد يخيل قوي للناس مع إنه هو بيحب الناس بجد من قلبه لكن أول ما يحس إنه هو أثر معهم شوية ممكن يفقد كل حياته ويفقد كل الاستمتاع بتاعه لإنه اتهم نفسه إنه هو وحش وهي دي مشكلتنا مشكلتنا إنه إحنا مش بننصف نفسنا خلي بالك عشان لما حد يتفرج عنينا دلوقتي وحد يشوف ده يقولك آه للأسف إحنا أحيانا كلنا بنرمي الحاجة الحلوة على نفسنا والحاجة الوحشة بنبص لغيرنا إيه دا دا أنت اللي وحش عشان كده دايما بقول إيه لما الخطيب بيكون بيتكلم في خطبة الجمعة أو درس دين في أي مكان فلما بيجي يتكلم عن حاجة تلاقي الناس كلها بتبص البعض بحاجة بيبص النفسي أنا عايز أتغير طبعا فالإنسان لما يحب نفسه ويحب ذاته ما يجلدهاش فلما يبدأ يحس إنه هو أثر في حق الناس طب ما أنت أصلا نفسك لها عليك حق طب ما يمكن أنت بقى لك سنين طويلة أنت ما بصتش لنفسك أصلا أنت ما يمكن بقى لك سنين طويلة أنت مركز قوي في أنك إزاي تشوف السعادة بتاعتك في عيون الناس فلما جيت في لحظة بدأت تحس إن إيه ده أنا محتاج أفكر في نفسي أنا محتاج أتعرف على نفسي أنا محتاج أشوف كشف الحساب أنا فين بقى لسنين طويلة آه بتدي للناس وآه بتنفع الناس وآه بتقضي حوائج الناس لكن في النهاية دايما الدين بتاعنا بيعلمنا الوساطية في كل حاجة فالنهاردة هل ينفع أنك إنت دايما بتدي للناس وإنت نفسك ما بتدهاش هل دايما الإنسان اللي بيطلع يتكلم في العلم هل ينفع أنه دايما يتكلم مع الناس وهو ما يحصلش العلم لازم النهاردة علشان خطر أنك إنت تحب ذاتك إديها زي ما هتدي للناس اللي قدامك طيب حصل تقصير ما تجلدهاش بقى السؤال اللي أنت بتسأله يا شريف الشيطان أحيانا يدخل لنا ويحسسنا أننا كأننا مقصرين فيخليك ترجع الوراء بتطلعش القدام الشيطان ممكن يخليك وإنت مقصر في فرض طلعنا من رمضان ومعنويات عالية قوي وكنا بنتعودين إحنا بنصلي الفروض الخمسة والسنن بتاعتها ونصلي الترويح وآخر عشر طيام بنصلي التهجد فاجينا في الأيام العادية بدأنا نقطع في الفروض ودايما زي ما قلنا إن دايما لما نحط السنن في الفروض فلما الشيطان هيجي يضربنا هيضربنا في السنن لكن تخيل واحد هو السيستم بتاعه أنا بصلي الخمس فروض بس طب وشيطان لما هيدربك هيدربك فيه هيدربك في فرض فلما هيدربك في فرض هتلاقي نفسك بتدمره ده خلي بالك ده أنت لو بتحب أنك ترجع نفسك حاسبه أنفسكم قبل أن تحاسبه إحنا في النهاية فيه وقت هنتحاسب فيه قدام ربنا عليه أجر حاسب نفسي طبعا إنت بتحاسب ليه علشان تتحرك لقدام علشان تصلح وتطور علاقتك مع ربنا علشان تطور من نفسك على فكرة أحيانا شباب يسمعنا هو أنا صلح علاقتي مع ربنا ما احنا قلنا ربنا هو أولوياتنا لكن خلينا أقولك يا سيدي وخلينا أقولك يا سيدي أن أنت هتطوري من نفسك أن أنت هتطور من نفسك يعني أنت لما تقعد مع نفسك قاعدة وتكتشف أن أنت عندك مشكلة أنك أنت إنسان عاطفي شوالي فلما حد يزعل منك ممكن تحس أنك أنت مش قادر تعيش فيه ناس كده على فكرة فيه ناس لما يحس أن ناس غالية عندهم في حياتهم زعلانين منهم أو مش مقدرين الموقف اللي هم فيه ممكن يحس أنه هو مش قادر يعيش فتحس أنه هو بيفقد كل متعة الحياة برغم أنه ممكن يكون مسافر ورايح وجاي هو مش شايف حاجة ليه لأنه هو فيه ناس كانت غالية عنده قوي حاطتهم في مكان كبير قوي فلما يحس أنه هم مقدرهوش في موقف معين ممكن ما يشوفش المتعة دي كلها والله يوسف يمكن بتحصل عارف طبعا يعني إحنا كلنا هنتوفك فممكن يكون بتحصل عارف اللي هو إيه مع أي حد مثلا بيفتكر مثلا بابا يسيب بقى كل الحلو أنه مثلا وقف مع بابا وحاول أنه يكون كويس وبيحسن إليه أو لمامته أو لجدته أو 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 ويقعد بقى يتلاقي المدخل الشيطاني يقولك أصلا أنا مرة زعق يعني تلاقي حاجات رفيعة مرة زعالته طب ده أنا مرة زعقتله أو زعقتلها علشان تاخد الدواء مع أنه إنت بتيجي تفكر في الموضوع ما إنت بتاخد الدواء إنت عايز إنت خايف على الشخص فإبدأ هنا هو بواحد يفضل يخش مدخل الشيطاني يتمكن منه بقى يخليه يكتائب ويكره الحياة بالعكس الإنسان لما يقعد بقى وهو بيعمل كشف الحساب يقول أنا كان مصلحتي إن أنا أنا مش قصد إن أنا زعل والقصد إن أنا زعله ويبدأ بقى بعد ما توفاه الله إن يبدأ يهديه ويبدأ يعمله أعمال صالحة ويبدأ يستغفل لي ويبدأ يدعيله فتلاقي هنا إيه ما إحنا هنقعد نكتائب مش هنعمل حاجة لكن لما نقعد نفكر فيها كشف الحساب يخلينا آه أنا محتاجي أعمله صدقة جارية حتى لو أنا كنت مقصر حتى بعض الشباب اللي يمكن كان عقل بابا أو مامته قعد استغفل ليهم وقعد دعي لهم وعملهم صدقات لكن بمناسبة اللي مات ده شيف حلوة بمناسبة كشف الحساب يعني هو إحنا ليه ما بنشوفش الحاجة الحلوة في الناس اللي لما بعد ما بيموتوا ده حقيق ليه ما بنلاقيش الإسترهات الجميلة والبستات الحلوة اللي بتتكلم على الناس بعد ما ماتوا هي الناس دي ما كانتش محتاجة تسمع الكلمة دي وهي عايشة هي الناس دي ما كانتش عايزة تعرف إن هي غالية أوى عند الناس وهم عايشين هو ليه دايما ما بنفتكرش إن الشخص ده كان جدع الشخص ده كان خير الشخص ده كان بيقف جنب كل الناس هو ليه ما بنفتكرش كده لما بيموت طب الشخص ده لما مر بأزمة في الحياة لأ الناس كلها وقفة جنبه وقفة جنبه بأي شكل من الأشكال ممكن برسالة طيبة ليه ممكن بكلمة حلوة ممكن بدعوة ممكن بستوري ممكن ببوست بيطلبه من الناس يدعوله ممكن بأي شكل من الأشكال لكن هو احنا ليه بنفتكر أصحابنا أو بنفتكر الناس الطيبة في حياتنا بعد ما بيموته على فكرة فيه ناس ممكن تبقى في عرض كلمة فيه ناس ممكن تبقى في عرض دعوة ممكن فيه ناس تبقى في عرض رسالة طيبة تفكروا بالخير اللي كان بيعمله فتقول له اثبت وتقول له خليك على الطريق وتقول له انت خلي بالك ربنا مش هيضيعك زي ما السيدة خديجة عملت مع النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وكلنا قلنا في قصة السيدة خديجة في رمضان إن في الآخر انت حد طيب أو حد بتعمل خير وحد بتقف جنب الناس ربنا مش هيضيعك مستحيل احنا في حياتنا مين الشخص السند ولا الشخص الظهر ولا الشخص في وقت ضعفك احنا ليه بنستكتر على الناس أو بعض الناس إن هما ممكن يقعوا عارف انت تشفي عندي لها تحليل تاني قل ليه احنا ضمنين إن احنا دايما موجودين الله وانت بتعامل مع أي شخص يعني أنا ليه ضمن إن يوسف هيجي مرة جاية يلاقيني صح ما العمارة بتاعت ربنا ليه العكس ليه 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 وقل لأخوات دايما لازم نتعامل مع بعض إنه في لحظة إنه هي مش مضمونة فخليك دايما صح يعني مش طبعا طبعا يعني ربنا احفظنا جميعا وكل حاجة طبعا نتمنى دايما يكون طبعا فيه طاقة إجابية والخير وكل حاجة لكن المقصود إنه إن الناس بس تعمل حساب إنه لقدر الله يكون دي ساعة الأجل يعني المساك صحيح فقس يحطوها بس في اعتبارهم يعني كده يا شيف انت بتقول الفراء بالموت صح أكيد ضمنين إن إحنا موجودين طبعا إحنا ليه ضمنين إن الشخص ده موجود برضو هو عايش بس ممكن يبقى ميت مزبوط ما هخلي بالك فيه ناس في الحياة من كتر مادة قوي ومن كتر ما ناس كتير قوي خزلوها هما ما بقوش قادرين يتحركوا مش هقولك ما بقوش قادرين إن هم يدوا لا هما ما بقوش قادرين يتحركوا ما بقوش قادرين يفكروا فإحنا ليه ضمنين إن الناس دي عارف البستات العميقة اللي الناس ساعات بتقوم مش هيراه وكاتبها اللي هو ايه اللي هو يقول لك لما تلاقي حد بقى قاسي قوي ما تلموش لان اللقاسة ده اكيد شاف حاجات كتير قوي في حياته خلاته كده هو ممكن ما يبقاش نام وصوح الصبح لقى نفسه قاسي لقى نفسه قلبه بقى قاسي شوية لقى نفسه مش قادر يسأل على الناس من كتر اللي شافه ومن كتر اللي داؤه أصلي خلي بالك فيه احاسيس مهما تكلمنا فيها محدش هيفهمها إلا اللي احسها وإلا اللي يأش فالمهارده لما نيجي نعمل كشف الحساب عشان كده وإحنا بنعمل كشف الحساب ما نكتب كده في حياتنا مين أصحاب الفضل علينا ونقول لهم شكرا بأي شكل من الأشكال ومين اللي احنا ظلمناهم ونقول لهم سامحونا أصلي خلي بالك المسامحة في الدنيا سهلة شفت كشف الحساب مهم إزاي لما جا أقول لهم هارده أنا ظلمت الشريف فعرف لما أبعت رسالة حلوة للشريف أقول له سامحنا أنا آسف شف طيب وإحنا طيبين أصلي فبالنهاية حبيبنا سامحتك وربنا يكرمك والدنيا تنام لكن يوم القيامة ما فيش مش بالدراهم وبالدرهم وبالفلوس بالحسنات وبالسيئات فلما تيجي النهارده أنت ظلمت إنسان بكلمة ظلمت إنسان بسوق ظن يا أخي ظلمت إنسان كان ماشي معاك سنين طويلة وفي لحظة بقى وحش فالنهارده يوم القيامة حسنات وسيئات فلما تيجي تعمل كشف الحساب مين اللي أنا ظلمته فلان مين اللي أنا ظلمتها فلانة أخلص هو كشف الحساب هيعمل معاك هيخليني خارج من الدنيا أنا عاعد بخلص بسرعة سأعرف اللي عليه ديون اللي عليه ديون ما بينامش عايز يسدد الديون اللي عليه مظبوط ديون الحقوق دي مشكلة دي الحاجة الوحيدة من شروط التوبة لم تغفر إلا حق العباد بتاعة العبد لما يبقى ليك مظلمة عند عبد خلاص هو ربنا هيسامحك شفت الكلم ربنا ورحمته نزنب في حق ربنا يسامحنا آه نعمل كبائر آه لكن عبد ظلمناه بكلمة بسوق ظن بكلمة قلناها دي مش هتروح عند ربنا مش هتتساب طبعا فلما نيجي نعمل كشف الحساب ونيجي نقول مين اللي ظلمنا يا جماعة نطلب منه بقى انه هيسامحنا لما نيجي نعمل كشف حساب وتلاقي نفسك ظلمت نفسك طب نفسك دي ما لهاش حق عليك انك تقول لها أنا آسف ايه دا دا الناس كلها هتزعل مني دا دا الناس متعودة مني ان انا دايما نبقى معاهم ان انا دايما في ظهرهم ان انا دايما اللي في جيبي معاهم حتى لو انا مش معايا وحد في قزمة لا دا انا لازم اروح استلف ولازم اروح اسعادهم ايه دا بعد كل دا ودايما الناس واخد منك على الكلام الطيب وعلى التشجيع كل دا مش هيلاقه دا دا انت هتبقى وحش قوي يعني انت مالك اللي شافك وحش اعرف ان دا اصلا كان دخل حياتك غلط ودخلت حياتك غلط صح يعني احنا بنقول الكشف وايه واللي هيتقال قول لي يا شيء بص يا يوسف يعني انا يمكن عايز استغل الحتة دي ممكن بس في مخبط الشباب معظم الشباب بيسعى كلها دا عنده حلم ممكن بيسعى كتير ويحاول كتير ويجي في لحظة طبيعية انا اللي بكلمك دا بتعدي عليها وبتعدي عليك بتعدي عليها حد ولو ايا حد قال لك لن ما بتعديش عليها يبقى هو مش طبيعي محتاج يكشف طبعا دا مش يعني احنا دايما بنقول كده في الفكرة بتاعتنا صح اه طبعا فممكن هو هنا هو يبدأ بقى مرحلة جلد الزات ان هو انا عملته وروحته وجيت طب انا قسرت في ايه يبتدي يكلم نفسه بقى يقعد في الاوضة واللي يقعد في ايه مكان يقعد يكلم نفسه وتلعب بيقند في نفسه لكن هو انا هو عمل اللي ربنا امرنا به اسعى وروح وتعالى يعني ورزقكم في الارض يعني هو رزق جاي جاي طبعا فدي ممكن تكون من خلالك تقدر تخاطب فيه حتة الشباب اكتر لان دا الواحد بيلمسه حواليه وبيلمسه في نفسه قبل ما بيشوفه في الناس حواليه اولا اليقين بربنا ونعمة بالله طبعا يعني الانسان دايما يبقى ماشي في الحياة ان هو ألبم عارف احنا مشاكلنا بتبدأ منين اول ما قلبك بيتعلق ببشر تعالى كده فكر في اي مشكلة او اي اكتئاب انت داخل فيه او اي احباط هتلاقي نفسك مرتبط ببشر انا عندي حلم اكون في الحتة الفلانية فانت دايما بتسعى انك تروح للبشر اللي في الحتة الفلانية دايما بتسعى انك تروح للشخص اللي قريبه في الحتة الفلانية انت قاعد بتستعين ببشر اليقين بربنا ان ربنا بيعلمنا ان لو الجن والانس اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء الا كتكتباه الله لك ولان اجتمع الجن والانس على ان يضروك بشيء فلن يضروك بشيء الا كتكتباه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف يعني في النهاية انت رزقك مكتوب وطريقك مكتوب بس السعي اللي انت قلت عليه هاللوقتي يا الشيخ مش ان انا قاعد ومستني حلمي يجيلي السعي والدعوات الدعاء ده طبعا في حياتنا كلها ذكرى ربنا طبعا ذكرى ربنا صح لاني يقول ترك حتة الدعوات اه اه لان مساعدنا وبعد اتكلم مع صحابي او اي حد يعني بقوله لو مش مكتوب لك يعني الدعوات بتغير بتغير الاقدر بتغير كل حاجة بتغير القدر او حاجة اجمل صح هيجي عبد يومي الايامة يلاقي هو نفسه في مكانة في الجنة ما حصلتش ويلقي حسنات هو ما عملهاش اصلا وخلي بالك والله الدنيا دي كلها ما تسويش عند ربنا نقاسف جناح دبانة جناح بعوضة اه جناح بعوضة سويش عند ربنا ففي النهاية لما تيجي يوم الايامة تكتشف ان احنا كنا بنهزر تكتشف ان الحياة اللي احنا عايشينها اعمار امتي ببين الستين والسبعين الستين سبعين سنة اللي احنا عايشينهم تعادل يوم من الاخرى ساعة بنتعرف على بعض جايين نتعرف على بعض ففي النهاية لما تيجي تلاقي جبال حسنات ومكانك حاجة تانية في الجنة فتسأل ربنا يا رب أنا ما عملتش الحسنات دي قولك لا فاكر يا شريف الدعوات اللي أنت كنت تبتدعيها في عشرين واحد وعشرين وما تحققتش آه يا رب اتبدلت حسنات يعني معنا كده بترفع قدر سيء آه وبترفع درجاتك آه يعني في النهاية أنا كسبان يعني في النهاية أنا قاعد بدي وأنا كسبان عشان كده أنت قاعد كشف حسابك هو الدعاء ده معنا أساسي كشف الحساب ده لا يصلح من غير الزكر نعمة بالله الاستغفار قاعد استغفر ربنا كتير قوي تلاقي الرحمة بتتنزل عليك تلاقي الهدوء والسكينة مهما كنت تعباد مهما كان قلبك وجعك مهما كنت حاسس أن الناس مش مقدراك مهما كنت كذا 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 قاعد استمد طقتك من ربنا وبس نعمة بالله اللي بيتحامف بشر أو بيستمد قوته ببشر ضعيف هيوقع الفترة اللي فاتت دايماً بحس إن إحنا هنا عالين في بيتنا فالفترة اللي فاتت فترة اللي انقطع فيها شوية حيات كده منهم حتة ابتلاء كده شوية كنت تعبان وكده فتيجي يجي لك لحظة تحس أن أنت ممكن الصبح أنت ما تكونش في الدنيا وخلاص أنت كله أنت تعبان تنام واحد صاحبك يروح مكان يسافر مرسى مطروحة قاعدة زي أي حد يرجع ميت هو كان رايح بالنية الطيبة الجميلة ويسعد ولاده ويعمل حاجات كتير بس هو في النهاية وحد كان طيب جداً وخير جداً وأحسبه على خير وربنا يا رب يرحمه رايح هو ما كانش في باله أنه هو هيرجع ميت وأحلى جنازة وصلاة جمعة وصغير في السن فالنهاردة لما تيجي تلاقي أن الحياة كلها بقت كده وتحس أنك أنت في لحظة ممكن تنتهي هو احنا مكبرين الموضوع ليه أنت ليه مستمد قوتك من بشر كل ما هتستمد قوتك من بشر هتتكسر كل ما تستمد قوتك من غير ربنا أنت مش موجود لكن اللي يستمد قوته بربنا بالذكر بالدعاء هو قوي علشان كده في كشف الحساب لما تقعد شوف أنت حابب نفسك ولا لأ أنت ظلمت نفسك ولا لأ بعد إذنك يعني النهاردة في كشف الحساب هناخد النقطة دي بس بعد إذنك راجع نفسك أنت نفسك ظلمها ولا لها حق عليك لو لها حق عليك ممكن تقعد بقى تكتب في ورقة تانية محتاجة إيه عشان تطورها محتاجة ذكر زود الزكر محتاجة كرصات خد كرصات محتاجة أنك أنت إزاي تعرف تتعامل مع الناس محتاجة أنك أنت تشيل نفسك من التعلق بالبشر وتتعلق برب البشر نفسك لها حق عليك أن هي تنام مرتاحة أن هي لو ربنا قدر أن احنا نمنا مصح ناش وده وارد طبع نفسك مرتاحة ونفس مطمئنة والنفس المطمئنة مش هتيجي مع شخص معلق سعاته ويقينه ورزقه وشغله بإيد الناس هتيجي بشخص معلق سعاته ورزقه وكل حياته بربنا ونعم بالله حسن تقول أنا يوسف ومأسف يعني الوقت جري معاك ولسه هنكمل طبعا يعني حكاتنا طبعا في موضوع كشف الحساب يعني زي ما حضراتكم كده يعني سمعتوا الدعية يوسف عادل وأنا برضو يعني من خلال البرنامج حابب إن أنا أختم معاكو بكلمتين أنا بعملهم في حياتي وبحاول إنه دائما أفضل فاكرهم إن اتعامل مع كل شخص حواليك إن دي ممكن تكون لقدر الله آخر لحظة أو آخر مشهد ليه في الحياة بيمر به سواء أنت أو هو اتعامل كويس جدا مع أخواتك مع أهلك محدش ضمن عمره علشان بعد كده ما يجلكش إصابة الندم إنه ممكن يفضل ملاحقك طول الحياة يا جماعة حبوا بعض وخافوا على بعض أكتر وفيش أي حاجة في الدنيا مستهلة وكل حاجة في إيد ربنا المهم إن احنا نعمل اللي علينا كده هتكون خلصة حلقتنا مع حضراتكم هنشوفكم بكرة في نفس المعادل ساعة ستة ونص على قناة صدى البلد اتنين مع السلامة